تحل اليوم الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في مدينة بئر العبد في شمال سيناء والذي أصفر عن استشهاد ثلاثمائة وخمسة وإصابة مائة وثمانية وعشرين آخرين ليزيد من عزيمة وإصرار الشعب المصري على الاستمرار في مكافحة ودحر الإرهاب والفكر المتطرف إرهاب ممنهج اتخذته جماعات متطرفة وإجرامية نهجاً ووسيلة لتحقيق مآرب شيطانية وأجندات خارجية تتمثل في تفتيت الدول وهدم مؤسساتها وإلقاء الشعوب في آتون من اقتتال داخلي يسهم في تقوية شوكة الإرهاب ودعميه بمنطقة تموج في اطرابات تهدد بقاء دول بأكملها مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء كانت شاهدة على واحدة من أبشع جرائم هؤلاء ففي الرابع والعشرين من نوفمبر من عام الفين وسبعة عشر انفجرت عبوتان سفتان داخل مسجد الروضة خلال صلاة الجمعة وأعقبه هجوم مسلح لثلاثين إرهابياً حاملين أعلام تنظيم داعش الإرهابي وفتحوا النار بشكل عشوائي كثيف على من نجى من التفجيرين الأولين وحاول الفرار ما أصفر عن استشهاد ثلاثمائة وخمسة أشخاص بين طفل وشاب وشيخ وإصابة مائة وثمانية وعشرين آخرين عمل إرهابي خسيس وقع قصاعقة على المواطنين وزادت من حدته مشاهد الدماء الغالية التي سالت داخل بيت من بيوت الله لافتن الأنظار إلى الحاجة الملحة لمعالجة الفكر المتطرف بصفته أحد أسباب آفة الإرهاب وفي أعقاب الحادث أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحادث الإرهابي بأشد العبارات وتواعد برد حاسم ورادع وأكد أن يد العدالة ستطول كل من له صلة بالاعتداء أنا عايز أقول لكم أن اللي بيحدث في سينة ده هو أن الأكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبزلها في مواجهة الإرهاب اللي احنا بنحرب بنحرب لوحدنا مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل وبالفعل وبعد ساعات قليلة من وقوع الحادث خرجت سقور القوات المسلحة مطاردة هؤلاء الإرهابيين وأردتهم جميعهم قتلى في قصف مباشر وضقيق على مواقعهم معلنة فأرها لشهداء الوطن ومجددة التأكيد على أن ذلك الجزاء سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المصريين حادث إرهابي كان بمثابة تجربة مريرة استمد منه المصريون أملاً وعزيمة للانتصار في حرب تخوضها مصر نيابة عن العالم بشرف وقوة ضد خطر الإرهاب مدركين تمام الإدراك أن هذه الأعمال الإجرامية المتطرفة ما هي إلا محاولة يائسة للتغطية على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة مخطط شيطاني هدفه تدمير ما تبقى من منطقتنا العربية